على فكرة مش هسيب حاجة تتقلب فكرة هقول عالمصري أصلي هي عفيا ماشي قدرة وذكرة عامل الثورة تقوم وتبقى بدون نفوم وتركح تاني بتسمي الخبه ومش هتشوف عينيك النقوم حولت أكثر من مرة سكتنون جوه زي الضربة واجرب أكون مدفاق الجوه وعيشة كئيبة مرة فيها الجار ينص الجرعنة والإنكر نص الأحوانة يا نوبة شريجة واسكر حتها جايبا من التنى ناس بتاكل الفريسة ويتيب وطعيق مع الراعي يعني تلعب عالوشين مش عيب فهما خلك واحد ناس بتقتل القتل وتمشي في الجنه هزا عادي يعني لما تولى علف التيرس تحمل المرة دي المبدأ الوحيد السابت هو الثورة خليك واضح مع نفسك ملهاش لازم المنورة نظرية المؤامرة مش هتجيبها طالب ثورة والمغامرة وحدثاتها دلوقتي زي المؤامرة تسلم الأياني اللي بمجعلي حق اخواتي وشو تقلص او حيا لسه موقنادي تحيا مصري اللي ناس كتير بعوها عادي واحد واحد مننا على وضعنا مش راضي تسلم الأياني اللي بمجعلي حق اخواتي وشو تقلص او حيا لسه قوة بلادي تحيا مصري اللي ناس كتير بعوها عادي واحد واحد مننا على وضعنا مش راضي هتقولي منين التك هقولك خد هديك اللي هو يرطيك ما تخافش مش هتحك عليك بصراحة هو اضرح يفيه وكل حلاوة بعقل المصريين ماليكش فيها شريك دعمي تهامل من فلول مبارك متوكل عليك ممكن بالمنصب تكتفي بدل ما تسيبه تختفي اسمك لو كان منور فبقيدي الشعب هيبطي رئيس بالصدفة مش هطهرة ولو مش صدفة ديني امارة وانت عارف لو موقفت شوية الشعب في بخسارة بقشت جارة بالوطنية زي نظمت وقار الدين انا دلوقت بقيت مش فاهم ايه الفرق بينك نين وينك حد يربت علي يقولي مبارك شو طول مين ولا نزين اخاصة ورطمة بتاعة يوم خمسة وحجين يعني ايه كانون تظاهر بعد الثورة ليها موجة انا دلوقت بقيت مش فاهم ايه الفرق بينك 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 اشتركوا في القناة